اشتركوا في القناة والرب المجد يسوع التقى مع واحد مولود اعمى والرب ترقف عليه وفتح عينيه بطريقة معجزية والحدثة دي اثارت ضجة كبيرة من اليهود واهله والدنيا كلها يعني دربكت وكل الناس تلموا وعايزين يعرفوا ايه اللي حصل فهنشوف في القصة دي امور في غاية الاهمية احباي وصلنا لاصحاح تسعة زي ما قلت واللي فيه بنشوف معجزة عظيمة اثارت ردود افعال متباينة وهي الشفاء المولود اعمى منذ ولادته الرجل ده اتولد اعمى ما شفش النور طول حياته حباي بنشوف هنا ناس مندهشة من عظمة العمل اللي اجراه الرب يسوع لكن طبعا مش الكل امنه نتيجة الاندهاش ده لان البعض شكوا بنشوف كمان الفرسيين اللي كانوا اللي كان رد فعلهم المقاومة والرفض على طول الطريق دوله شغلتهم بس الرفض والاعتراض بسبب غيرتهم غيراني من المسيح بسبب ازدياد شعبيته وطبعا لانه كشف رياءهم قدام الناس وبيشوف كمان ايمان اهل الاعمى لكن بسبب خوف بيقول كتاب بسبب خوفهم هنشوف في القصة بسبب خوفهم من اليهود والطرد من المجمع لم يفصحوا عن ايمانهم والنوعيات دي كلها على فكرة موجودة النهاردة لسه حية وفعالة زي في ايام كتابة الوحي المقدس ده اخيرا بنشوف ردة فعل المولود اعمى اللي نال الشفاء والبصر من الرب بانه شاهد بكلام حازم ودامغ امام رؤساء الكهنة والفرسين ومش بس كده لكن بنشوف التدرج في اعلانه عن المسيح اولا قال عنه انه انسان في ايه 11 بعدين قال انه نبي في ايه 17 بعدين قال انه الله في ايه 33 شايفين التدرج واخيرا اعلن صراحة وبكل جهارة عن لهوت المسيح قائلا اؤمن يا سيد وسجد لي في ايه 38 اؤمن يا سيد وسجد لي مفيش اعظم من كده النهاية المجيدة احبائك كان في اعتقاد عند اليهود في الوقت ده ولزال لغاية الان ان اي مصيبة بتحصل او معاناة عند الانسان دايما بتكون نتيجة خطية او ذنب عمله او بيتعاقب عليه لكن هنا بنشوف ان الرب يسوع استخدم معاناة الرجل الاعمدة عشان يعلم الناس درس مهم جدا وهو اننا عايشين في عالم ساقط عالم شرير مش كل سلوك صالح بينال جزاء على فكرة ومش كل سلوك سيء بينال عقاب يعني الموازين مقلوبة في عالمنا وبغض النظر عن اسباب عالمنا فالرب يسوع عنده القدرة على مساعدتنا احيانا بالشفاء واحيانا بانه يدينا نعمة نتعامل مع الظروف الصعبة يمكن يسمح ان نستمر في المعاناة الى حين لكن يدينا معها جرعات متزايدة من النعمة عشان نتحمل وبيعلمنا الصبر وبيقوي شخصيتنا وايماننا في الظروف دي اكيد في حاجة تانية مهمة كمان هي اننا بنشوف ان الرب اختار انه يعمل معظم معجزاته في السبت عشان يغير مفاهيم الناس اللي كانوا مستعبدين للنموز بطريقة مزرية الفرائض والقوانين والنوميس ويحررهم بقى بنعمته وبحبه واهتمامه اهتمامه بالمتألمين ويعلمهم انه جيد جدا ان احنا نعتني باحتياجات الاخرين حتى في يوم الراحة كمان ولا نكون عبيد للقوانين لكن نستخدم القوانين لتمجيد الله ولمساعدة الاخرين فيه كمان شيء ملفت في القصة دي الرجل الاعمى ده توجهت ليه اسئلة عديدة بحسته مع انه شرح ببساطة اللي حصل معاه لكن الفرسيين ما اقتنعوش باجاباته وفي الاخر لما تعب من كترة اكرار الكلمات ليهم والاجابات قالوهم كلمة في منتهى الاهمية والبساطة اني اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر ايه خمسة وعشرين كلام في منتهى الوضوح وبيضرب في الصميم وهنا خلينا نقول يا حبائي يمكن احنا كمان مش هنعرف نجاوب على كل التساؤلات اللي الناس بيسألوهن وكل الشبهات والامور الصعبة والتشكيك وما الى ذلك بيختص بالإيمان بالمسيح والكتاب المؤدس وما الى اخره لكن اعلم يعني زي ما قال الراجل ده اهم حاجة عندنا ان احنا نخبر بما عملوا المسيح معنا من غير ما نخوض في الهوتيات كتير ومش هنقدر نجاوب على كل اسئلة الناس على فكرة لكن نقدر نقول بكل بساطة انا عالم انه كنت ميت والان حي كنت اعمى والان ابصر الرب غير حياتي ومعنديش اكتر من اختباري انا الشخصي اللي اتكلم عنه وابين بيه واوضح بيه واسبت بيه انه الاله الحي ده موجود وعمل في حياتي فبصالي من كل قلبي انه اللي غير حياتنا ياخد شهادتنا دي ونعمل بيها في حياة اخرين ونستخدم الرب شهادتنا دي بحياة ناس اخرين بطريقة سهلة شخصية بسيطة جدا بدون اي تعقيد امين يا حبائي ربنا برككم ونتكمل حديثنا في الحلقة اللي جاية باسم يسوع